26 مذكرة التفاهم وطبعا من ضمنها اتفاقية ستراتيجية أو اتفاقيتين ستراتيجيتين مذكرات التفاهم فيها ثلاثة في الجانب العسكري في الدفاعات العسكرية في الصحة العسكرية والبقية هناك في الزراعة في السياحة في الاستثمار في التعليم في الدبلوماسية في دورات في الدبلوماسية مختلف الجوانب المتعلقة بإدارة شؤون الدولة العراقية في العراق وفي تركيا وطبعا كل مذكرات التفاهم سينتج عنها لاحقا إن شاء الله لجان فرعية ستقوم بدراستها وتحويلها من مذكرات التفاهم إلى اتفاقيات وعقود وصفقات ومشاريع فعلية بين العراق وتركيا كما تعلمون الحاجس الأمني محرق قوي للسياسة الخارجية الداخلية والخارجية في تركيا وأيضا أن ينعكس بالجانب السلبي علينا في العراق هناك تواجد القوات التركية في داخل العراق وهناك عمليات عسكرية تقوم بها تركيا وأيضا هناك وجود لمجاميع من حزب العمال الكردستاني على الأراضي العراقية انطلاقا من البند الدستوري القانوني من الأساس في السياسة الداخلية والخارجية العراقية الذي ينص على أن الحكومة العراقية لا تسمح ولا تقبل لأي طرف داخلي أو خارجي بأن يستخدم العراق كممر أو منطلق للإضرار بالأمن الداخلي أو بدول الجوار أو بدول الجوار يجب لذلك تتحرك الحكومة العراقية أولا جارة تركيا والجار قدر وبالتالي يجب أن نتعاون في حل هذه المشكلة نحافظ على أمن الداخلي وأيضا نحل هذه المشكلة مع جارة تركيا إجمالا اللجان الأمنية هناك مقاربة عريضة بدون الدخول في التفاصيل التفاصيل الأمنية تنتجها ما بعد ذلك اللجان الأمنية بين العراق وتركيا المقاربة تذهب باتجاه على أن حزب العمال الكردستاني هو حزب محضور حسب الوصف الأمني العراقي وبالتالي يتحول الموجودين في داخل العراق إلى لاجئين سياسيين يعرفون أنفسهم للحكومة العراقية وبضمانات من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان العالمية يوجدون في معسكرات معينة يحصلون على حقوقهم كلاجئين سياسيين لكن مقابل ذلك لا يسمح العراق بأي طرف في أن يمارس عملا سياسيا أو عسكريا يضر بالداخل العراقي أو يؤثر على الداخل العراقي أو يضر بدول الجوار هذه المقاربة العريضة التي يتم العمل عليها كيف ستطبق هذا بحاجة إلى أن تقره اللجان الأمنية والعسكرية ترجمة نانسي قنقر